نرجع لمصر ومجلس الوزراء كان في اجتماع برئاسة الدكتور مدبولي وافق على حزمة حوافز لتشجيع قطاع السياحة عشان يبقى فيه توسع اكتر في الاستثمار في بناء غرف فندقية ضمن مبادرة دعم القطاعات الانتاجية لان كل 15 غرفة فندقية بتساهم في ضريبة قيمة مضافة من 1 ل 2 مليار جنيه وحوالي 2 مليار جنيه ضريبة ارباح تجارية وبتوفر 45 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة تم التوافق بين وزارة المالية ووزارة السياحة وهيئة الاستثمار انهم يحددوا حجم الاقتمال المتاح لكل شركة في ضوء حجم عملها والقواعد طبعا البنكية بحيث ان ما يتجاوزش الحد مستخدم لكل شركة مليار او اتنين بشرط تكون المعاملات كل شركة مع بنكين بحد اقصى من اللي هو المبادرة ويتم توجيه مبلغ المبادرة حد الاقصى 50 مليار جنيه لبناء او انشاء او تشغيل غرف جديدة او الاستخواز على غرف مغلقة اشتركوا في القناة